تقس مستقر والضباب يحل ضيفاً على عديد من المناطق في عطلة نهاية هذا الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام يومي الجمعة والسبت ويكون الطقس لطيفاً بارداً نسبياً نهاراً في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويحتمل هطول زخات من الأمطار على إزاء محدودة من شرق المملكة وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة أما خلال ساعات الليل فيسوط الطقس بارد في مختلف مناطق المملكة ويحتمل تشكل الضباب والضباب الكثيف في ساعات متأخرة من الليل وصباح يومي السبت والأحد على إزاء عدة من البادية والسهول الشرقية ولا يستبعد أن تمتد لبعض المناطق الرئيسية والقسطة ويشمل بذلك سهول محافظات المفرق والزرقاء وشرق وجنوب العاصمة خصوصاً وتتبع هذه المحافظات العديد من المناطق الهامة مثل الطرق الصحراوية الدولية وننبه على إثب ذلك من تدني وربما شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية صباح يومي السبت والأحد في بعض المناطق من البادية والسهول الشرقية نتمنى السلام عن الجميع في حال أردتم أن نزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري